هنا مسفيروا لكم منك كل التحية فقرتنا التانية النهاردة مع عاطف كامل عاطف كامل النهاردة الحياة بيفتح ملف مهم جداً هيتكلم عن الوعي البيئي سيتحدث الحقيقة عن كيفية الحفاظ على البيئة في ظل ما يحدث من تغير في المناخ إزاي نقدر إن إحنا نحد من الإنبعاثات الضرة على البيئة أيضاً سيتحدث عن السحابة السوداء وتأثير البيئة على البشر أنا بشوف إن ده موضوع مهم جداً هتكون فقرتنا التانية النهاردة مع عاطف كامل أما أنا في أصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه نهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة فيها الصحف وفي الجراد ولكن في البداية إليكم عنوين الأخبار رئيس الوزراء يتابع تطوير مطار سانت كاترين وطريق المطار وكمين النبي صالح مجدول يتابع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة التمييز العالمية رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الحكومة تنفي إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار وزيرة الخارجية الاحتلال يستخدم التجويع ضد الفلسطينيين وينتقم من أهل غزة وزيرة الخارجية نحرس على تشجيع الشركات الصينية في تعزيز استثماراتها بمصر تعرف على آليات وخطوات الحكومة لتعزيز الهوية الوطنية وزير الصحة حجم سوق الدواء المصري يبلغ 300 مليار جنيه سنويا مستشار الرئيس للصحة مشروع البلازمة من أنجح المشاريع الحكومة سستهز زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي 60% وزارة الصحة تشدد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية انطلاق العام الجميعي الجديد اليوم بـ 111 جمعة وـ 181 معهد والترم 14 أسبوع رئيس جماعة القاهرة يشهد تحية العالم مع الطلاب تزامنا مع انطلاق العام الجماعي رسميا جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن نصر الله إسرائيل سيطرنا على برج المراقبة في مطار الحريري ومنعنا هبوط طائرة إيرانية وبكده بنكون قولنا عناوين الأخبار فاصل وارجعولنا مرة تانية مصر بيحصل في هائي النهاردة رجعنا لكم مرة تانية والخبر الأول اللي معي بيقول رئيس الوزراء يتابع تطوير مطار سانت كاترين وطريق المطار كمين البني النبي صالح مع الهاتف الآن الأستاذة هند مختار مجير تحرير اليوم السابع ومسؤول ملف مجلس الوزراء مساء الخير يا أستاذة هند مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيكي أنا بس أستغذر حالتك تواطفي التليفزيون تفضلي مع حضرتك يعني خلينا نتابع محالتك تفاصيل الخبر والحقيقة التطور اللي بيحدث في المطار إزاي نقدر يكون عندنا مطار أكثر تطورا يستوع بالحقيقة ده العدد الكبير من السياح اللي حييجو ومجموعة السياحة المختلفة طبعا النهاردة كان رئيس الوزراء في جولة الجنوب في السيناء وكان حريص على جامع حضرتك والت أنه هو تطوير مطار سانت كاترين فالتطورات الجديدة هتكون فيها يعني مرنى ركابة بيسع لستمائة راكب في الساعة كمان في الشاشات داخلية وخارجية علشان عرض الرحلات للقادمة أو اللي تم قدومها إلى المطار هيكون فيه كمان تطوير دي الأجهزة الداخلية وأجهزة المناحة جوة المطار كل هذه التطورات تتصب في مطاحة الجزء بمعادلات أكثر لإسياحة في جنوب السيناء تماشيا مع مشروع التجلي الأعظم إنه في قدر النهاردة السيدة رئيسة الوزراء طيب وإحنا بنتكلم حقيقة عن تطوير يعني لازم نتكلم إن إحنا أكيد حيبع عندنا فرص عمل للشباب حيبع عندنا ممكن أماكن من خلالها جوة المطار إن إحنا نقدم مجموعة من نقول المشروعات المختلفة للسائح القادر وطبعا المطار فيه كثير من المشروعات الجديدة والخدمات المميزة للسائحين كمان إن وجود تطوير واسعة في المطار بيتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وكمان بيبقى فيه خدمات لصالح السائحين القادمين وفيه كمان إساحات للانتظار السيارات وفيه أماكن للخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والإفاء وغيرها كثير من الخدمات المقدمة داخل المطار طيب إحنا بنكلم هنا عن المطار بس أنا برضو عايز أتكلم على فكرة الطيران لأن دائما الحقيقة معظم الطائرات اللي بتكون في الداخلي بتكون طائرات شارتر فهل هيبقى فيه أيضا عندنا طائرات حديثة أكتر حيبقى وخاصة في الطائرات الشارتر في الداخلي ده مهم جدا الحقيقة لأن بيبقى فيه بعض الأحيان بيبقى فيه تأخير في موعد أقلع الطائرة بيبقى عندي مشاكل جوة الطيارة يعني عايز أتكلم هنا عن الإمكانيات التكنولوجيا الحديثة للطائرات القادمة هو الملف بالكامل ملف الطيران هو ملف مطروح على جندس الحكومة المصرية علشان يتعمل مش مطار سنتي كاترين بس كمان تطوير عملية الطيران وملف الطيران بشكل عام في كل المطارات المصرية فزي ما حضريك قلت كده ملف الطيران نفسه ووضع رؤية جديدة لقطاع الطيران ده بالكامل بيتم دراسه من جانب الحكومة وعندها رؤية واضحة في هذا الملف وبيتم عرضه تباعه أكيد الأسازة هند مختار مدير تحرير اليوم السابع مسؤول ملف مجلس الوزراء أنا بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر فاصل وارجعوا لنا مرة تانية مصر بيحصل فيها هو بشكل عام أدب الطفل زيه زي الأدب العالمية زي الأدب الكبار بس الاختلاف الأساسي والجوهري فيه هو التوجه يعني الهدف الأساسي فيه أخلاقي طربوي فيه صعوبات تختلف عن أدب الكبار أولا أنت بتنزل الأديب أو المبدع المفروض أنه ينزل لمستوى تفكير الطفل الطفل برغم أنه تفكيره بسيط مش مركب لكن زكي جدا عنده تصنيف وتركيب بيركب الأشياء والأمور والظاهر اللي حواليه بشكل مختلف عن الكبار وبالتالي المبدع قدامه إشكاليتين الأولى هي الطريقة الكتابة أو السيغة اللي بيكتب بيها القصة للطف دي رقم واحد رقم اتنين أنه يوصل لمستوى الطفل يعني الكبار في السن وينزل لمستوى الطفل ده محتاج تدريب شوية ومحتاج اهتمام والقراءة ومعرفة وثقافة ومتابعة فضلا عن أنه لازم يكون عنده دراية وعلاقة مباشرة بالأطفال بدون أدنى شك أنه أدب الطفل بواجه تحديات جمّة في هذه الأونة بتأتي التحديات في التحول الحادث من السياغ الورقية إلى السياغ الرقمية وظهور الزكاء الاصطناعي كعامل مؤثر في مواضيع التأليف ليس فقط للطفل بل للكبار أيضا هذه التحديات بتفرد على القائمين على مجال التصقيف والثقافة ليس في مصر بس في حسب ولكن في جميع أنحاء العالم أن يعيدوا النظر في المادة والمحتوى الثقافي الذي يقدم للطفل لأن الطفل هو المستقبل رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها أي النهاردة الحقيقة الخبر اللي معي خاص بالهوية الوطنية الخبر بيقول تعرف على آليات وخطوات الحكومة لتعزيز الهوية الوطنية مع الهاتف الآن الدكتورة هلا منصور أستاذ علم الاجتماع جماعة عين الشمس مساء الخير يا دكتور هلا إزاي حضرتك؟ مساء النور أهلاً وتهلاً بحضرتك والسادة المساعدين الحقيقة وإحنا دايماً في ظل التكنولوجيا وفي ظل العالم المليء الحقيقة بالصراعات التكنولوجية والإنترنت إزاي نقدر أن نحافظ على الهوية الوطنية وبشكل كبير جداً في وجود جيل الحقيقة لازم نقول إن هو بيتمرد وإن هو دائماً يلجأ إلى الغرب يعني طبعاً الجيل الموجود عنده آلية عالية جداً على الاطلاع والمعرفة ونوافذ مفتوحة في ظل العالمة والسوسيال ميزيا وأدوات التطور الكبيرة أوي في مجال الميزيا وبالتالي هنا هو بيتطلع على كل الثقافات وعلى كل العادات والتقاليم لكن دايماً لو المواطن المصري عنده وعي وعنده رؤية لتاريخه ثقافته وحضارته لا يوجد أي حضارة في الدنيا ولا أي ثقافة في الدنيا تجابه الثقافة المصرية وبالتالي الشباب هنا دايماً نحتاج للوعي نحتاج أن نعرفه ببلده بقيمة بلده بقيمة ثقافته يعني يقدر أنه هو يواجه كل المواطيات اللي دخلانه لأنه في الحقيقة إحنا أقوى وإحنا لدينا كل ما هو مميز ولكن في بعض الشباب ما ندوس المعلومة الكافية ما ندوس جؤية الكافية فهي ينبهر بالثقافة الغربية أو ينبهر ببعض العادات والتقاليد الغربية دكتورة هلا يعني جزء إحنا من ارتباطنا الحقيقة بالهوية الوطنية وهو تحية العالم الصبح فكرة الأنشيد الوطنية اللي كانت بتبس الحقيقة لنا إزاي يكون لدينا القدرة على الانتماء للوطن وإن إحنا نعزز ده داخل أولادنا إحنا تربينا كده لكن زي ما حدرتك قلتي الثقافات المختلفة وإن العالم أصبح مفتوح هو بيتلقى العديد والعديد من الثقافات وبيتم اختيار الشيء اللي هو بيرغبه مش الشيء اللي إحنا عايزينه أنه يتعلمه إزاي نقدر نحن نبس فيه الانتماء الحفاظ على الهوية الوطنية والهوية المصرية كيفية الرجوع الحقيقة مرة أخرى لفكرة تحية العالم أبسط شيء طبعا تحية العالم شيء جميل والأغاني الوطنية على فكرة إحنا محتاجين عادة إذاعة الأغاني الوطنية بدرجة كبيرة محتاجين بعض الأفلام الوطنية يمكن الفيلم الممر خلاه انعيس ساعة لما تزاع عمل انعيس للانتماء المصري الإنسان المصري عنده انتماء فتري وعنده انتماء قوي جدا وإحنا أكثر شعوب العالم انتماءا ولكن دايما بنحتاج انعيس هذا الانتماء انعيس هذا الانتماء بالمعلومة وبالفكرة وبعض الأنسطة وزي ما قلت حضرتك بالتحية العالم بالاستخدام السلام الجمهوري بالتمرار واحترام السلام الجمهوري زاعة الأغاني الوطنية زاعة بعض الأعمال الوطنية اللي بتجي شعور بالقيمة والهي فعلا يمكن إحنا عندنا فرصة كمصريين اللي إحنا محتاجين نضخم إيجابياتنا إيجابياتنا هي كبيرة لوحدها لكن محتاجين نشوفها ومحتاجين نعي بيها ومحتاجين دايما نذكر الخباب بيها أكيد دكتورة هلا منصور أستاذ علم الاجتماعي جمعتين شمس بشكر حضرتك يا فندم ألف شوك فاصل وارجعونا مرة تانية مصر بيحصل فيها أي النهاردة رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها أي النهاردة واء الخبر اللي معايا بيقول الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي 60% ما الهاتف الآن الدكتور أحمد حجازي خبير الطاقات المتجددة مساء الخير يا دكتور مساء نور أهلا بك أهلا بك يا دكتور يعني الحقيقة عايزين نتكلم عن تفاصيل الخبر وعايزين نتكلم عن الاقتصاد الأخضر وكافية الاستثمار في هذا الاقتصاد دور الحكومة القوي الحقيقة في دعم الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة من أجل اقتصاد أكثر أمنا وسلاما نحن الرحيم طبعا اتجاه الحكومة المصرية منذ العام 2021 أن مصر تكون من ضمن الدول الرائدة في مجال استخدام التخاطر المتجددة وتكون رائدة في استخدام الاقتصاد الأخضر وعشان كده الاتفاقيات الكبيرة أو اللي اتعاملت في الفترة اللي باتت ولمتوقع أنها تعمل افراد فكاية ساعد الدولة في أنها توصل لمستوى الدول الرائدة في استخدام الاقتصاد الأخضر وإن شاء الله طبعا داي كله أثر كبير جدا على عوائد الاقتصاد في مطر وعلى ارتفاع مستوى المعيشة إن شاء الله إن شاء الله نحن نتكلم عن الاقتصاد الأخضر لازم نتكلم حقيقة على ما يحدث من تغير في المناخ إزاي نقدر أن نحن بهذا الاقتصاد نحافظ على ما يحدث من تغير فكرة يا فندم أن نحن نقبل الوضع كما هو عليه وكيفية الحفاظ على ذلك ودعم الاقتصاد الأخضر بشكل كبير ونحن نتكلم عن الهايدروجين الأخضر والأزرق وكيفية الحفاظ على القادم لمصر المستقبل الاقتصاد الأخضر يعني هو في مجمله نموذج اقتصادي بيهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومع الاقتصاد في اعتبار التقليل لأقل قدر ممكن للأضرار البيئية وطبعا ده في النهاية ده بيؤدي إلى أن إنشوء استراتيجيات بساعد على تحسين اقتصاد الدولة وتحسين اقتصاد الفرض والاقتصاد الأخضر لما بنتكلم عليه بنتكلم عن أن مصر طبعا داخلها في خطط عاملة خطط الدولة عاملة خطط كبيرة جدا عشان تدمج الاقتصاد الأقدر في الاقتصاد القومي وتحسن طبعا منظومة الدفع الدفع الخاصة بالعملة الصعبة ووصول الاتثمارات احنا بنتكلم على أن متوقع عن وصول الاستثمارات في العام عشرين خمسة وتلاتين لحوالي أربعين مليار دولار يعني بنتكلم على انتاج حوالي ثلاثة واثنين من عشرة مليون طن من الحجم الاستثمارات اه الهيدروجين الأقدر فطبعا كل دولة بيستدعي أن كل التقاط الموجودة في مطر يجب أن تستغل لأقصى قدر عشان نقدر نعمل كده واعتقد أن الدولة ماشية في الاتجاه دولة في الاتجاه السليم وان شاء الله هنشوف النتائج بتاعته ان شاء الله في ابتداء من العام تلاتين هتبزي تظهر النتائج ديت لما نكون بنتقدر كيميات كبيرة جدا من الهيدروجين الأقدر لأوروبا وبنستخدم كيميات كبيرة جدا منه هنا للتصنيع وده مهم جدا أن احنا نكون احنا كمان مشاهمين فإن احنا نستخدم نستيل القدرات بتاعتنا في إنتاج الهيدروجين الأقدر والطاقة للقدراء فإن احنا ننتج إنتاج صناعي أخضر ونقدر نتفضل للعالم كله ان شاء الله ان شاء الله الدكتور أحمد حجازي خبير التقاط المتجددة بشكر حضرتك فاندم ألف شكر فاصل والبعولنا مرة تانية مصر بيحصل فيها النهارة اليوم النهاردة أنا بعتبره من أجمل أيام لأنه هو جمع ناس كتير إحنا بنفخر بيهم وبنعتبرهم فعلا قدوة لنا في الحياة السيدات اللي حصلنا على الميداليات وعلى التكريم في البراولمبيك وفي الأولمبيك والسبحات القبل كده زي سيدة رانيا علواني وغيرها دي نمازج يعني بتدي للشباب المصري قدوة بأنهما ممكن أن هما يعملوا إيه في الحياة وأنهما مهما كانت إمكانياتهم ضقيلة إلا أنهما فيه إمكانية للنجاح لكن الأهم أن إحنا كلنا متجمعين علشان نقول السلام والسلام إحنا بندور له على أدوات ومن ضمن الأدوات الهمة لتحقيق السلام هو موضوع الرياضة أنا شايفة أن مهم جدا أن إحنا كنا نلقي الدور على أهمية دور الرياضة في توحيد الأمم الحقيقة في اليوم السلام العالمي الرياضة لو تتفار في أي مجال بتشوف الناس كلها مش مهم خلفياتهم إيه بيتحدوا كلهم بيبقوا بهدف واحد وبأخلاق الرياضة الجميلة اللي بتجمحهم مهم جدا والمرأة على قد ما حققت في مجالات مختلفة في مجال الرياضة إحنا شايفين في مصر حققت إزاي هي المرأة أكتر الفئات المجتمع اللي بتتعرض لويلات الحروب أو اللي بتكون أكتر هشاشة عندها وقوع الحرب وبالتالي فالمرأة تهتم جدا بأن يكون فيه سلام لأسرتها لأطفالها لنفسها إحنا كلنا عارفين أن المرأة هي التي تتحمل نتائج هذه الحروب بصورة شديدة دور المرأة طبعا دور أساسي وإحنا شايفينه في مجتمعنا على مدار السنين اللي فاتت كلها المرأة هي ركن أساسي من المجتمع المصري في أي مجال حقيقة هي اللي بتشكل فكرة أولادها هي اللي بتأثر ممكن على تفكير زوجها والدها يعني المرأة فعلا محور للعيلة دور المرأة جبير وإحنا شايفين فعلا يعني نكلم عن المرأة المصرية بالذات أنا هقول عليها ست جدعة يعني المرأة المصرية بتقدر تقف في المواقف الصعبة بتقدر تدبر أمور بيتها وعيلتها في ظروف صعبة برضو بتقدر أنها تشارك في العمل المجتمعي والعمل السياسي وبالعكس بتبقى مركزة في دا ومركزة في حياتها فأنا حقيقة يعني فخورة جدا بمجهودات المرأة المصرية في الفترة اللي أنا شفتها اللي فاتت رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها النهاردة وزارة الصحة تشدد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية مع الهاتف الآن الأستاذ سيد حسن متخصص في ملف الصحة بروزة اليوسف أستاذ سيد زي حضرتك يا فندم أهلا فيك يا فندم وبسعد بوجود حررتك معي دايما أعايزين نتكلم عن تفاصيل الخبر الحقيقة وعن توفير غرف للعزل وازاي أنه هو يكون فيه كشف متابع الحقيقة للحالات المرضية داخل المدرسة وبالفعل أفني مزارة الصحة بتطبق اليوم منذ الإجراءات مكافحة العدوى عشان نبدأ نكافح العدوى من بدايتها فحصل حملة مرورة على معظم مدارس الجمهورية عشان يتم التأكيد على توفير غرف العزل في حالة إن وجود بعض الحالات اللي بتحتاج للعزل هتم توفير غرف المدارس بجانب غرفة الزائرة الصخية المعروفة طبعا للطلبة تكون موجودة للطلبة في حالة ضمان طبعا تأخر بها صخية أمنة عشان يحصل تطبيق إبراءات مكافحة العدوى بحيث إن اللجنة دي هدفها بالتراب التهوية الجيدة بالفصول ومتابعة أتاخد عينات من موية للتعاكد من متوقفتها المواصفات وهيتم طبعا إعداد دليل للرسالة التوعية والتسقفية المقدمة للخدمة اللي هتم التعامل معهم في خلال الفترة الجاية وهيتم توفير كلمات الفحص الطبي طبعا للطلاب اللي هي الكشف المبكر عن عمرات صوت التغذية المقصود لها السمنة والنحافة والتقزم وهتم الكشف وفحص الأسنان على معظم الطلاب عشان يتم معظم خريطة صحية للفئة المستعدة فاللي هتم التعامل معهم إن شاء الله في المستعدة بلتحالة وجود لقدر الله لأي طالب عنده أي مشكلة صحية الصحية واللجنة دي وجناعا عليه تم وضع تدريب 1229 من الفرقة الطبية ديت هيتم بإجراء فحص طبي لأكتر من 2.4.000.000 طالب وطالبة وتم عمل اليوم دليل قياسي للمعارات اللي هتم نستخدمها في الفترة الجاية وهي برتقلات الأعلام وطبعا إحنا عارفين إن كل طالب له تعمين سخي من فترة اتدائية لحد الفترة السنوية فهتحالس إن شاء الله لقدر الله في وجود أي طالب عنده أي مشكلة طبية هيتم التعامل معها بداياتا من المدرسة ولو كانت المشكلة تتطلب أكتر من ذلك هيتم توجيه لأقرب وحدة صحية قريبا من المدرسة لمتابعة الحالة الطبية للطالب نحن إن شاء الله لو عنده مشكلة ولو بسيطة في البداية يتم التعامل معها لتقى طبعا إحنا الهدف أن نخلق ديل طبعا صحيح من البداية يكون طبعا على مستخدم التعامل معها بالتغذية بإذن الله يتم التغفير وجلات التغذية للطلبة إن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله يعني أستاذ سيد بعيدا الحقيقة عن فكرة العدوى أنا عندي بيبقوا الحقيقة طلبة وأطفال بيبقى عندهم اللي هي الأمراض المزمنة زي السكر وزي المشاكل الخاصة الحقيقة بالسمنة الأولاد دول المفروض أن هما بيتعاملوا معاهم داخل المدرسة بشكل مختلف بيبقى فيه متابعة إجرائية يعني حياتك قولي يا فندم طبعا أنا فندم الدليل اللي هتم استخدامه في الفترة الجاية للطراءة الطبية لأن في بعض الأطفال هو بيدخل المدرسة أصلا عنده مشكلة صحية لكن الأهل ممكن ما بيتابعوش بيتابعوا من الخارج يعني ممكن يكون الطالب بيتابع مع دكتور من برأ أو في المستشفى برأ لكن الطالب اللي حابب يتابع من خلال الفرق دي في حالة الكشف اللي بيتم طبعا استدعاء وليه الأمر بيعرفوني في مشكلة لو كان وليه الأمر عارف إن المشكلة موجودة هو فعلا بيتابعها فخلاص بيكمل هو برأ لو حابب النوع التابع من خلال الفرق التبية دي هيتم التواصل معه وعمل صبعا عبارة عن كتاب للطالب دوت وهيتم متابعاته في الحالات من شلال الزائرة صحية التي تبقى موجودة في المدرسة أو المكان اللي هيتم التوجيه ليه والخدمات دي هتبقى بالمجان لأن الطلبة زي ما قلت لحضرتك لهم تأمين صحي بدايات من المخالة الابتدائية للسنوية ودي الكراسة الصحية اللي الناس زي ما بتسأل إحنا بتستخدمها فيه الكراسة الصحية اللي الطالب بيأخذها ديات في البداية في الابتدائية واعدادي الهدف من أنه من حقه أنه يتوجه لأي واحدة الصحية في أي وقت لو حابب عنده مشكلة طبية أو أنه حابب لقبضها وفي إجراء عملية جراحية أو في أي حاجة بيكفل له تأمين الصحة للطلبة أنه يتم التعامل مع كل الحالات ديات بالمجان طبعا ده يعني إحنا برضو بنحب نشور كليم من خلال برمانك حضرتك أن الناس تفهم يا جماعة القراسة دي فايدتها إيه أن أنت من حقك توليه أمر أنك تاخد خدمة صحية مجمعية عن طريق أي طريق واحدة صحية بمجرد أنه موجود ابنك طالب فده من حقه أنه يأخذ الخدمة وبالمكان أكيد الكاتبة صحفية أستاذ سيد حسن المتخصص في ملفة صحة بروزة اليوسف بشكر حضرتك يا فندم ألف شفر وبكده بتكون أخبارنا انتهت زي ما قلت لكم الحقيقة أنه فقرة تانية مع عاطف كامل عاطف كامل حيتكلم النهاردة عن الوعي البيئي زي ما إحنا حنحافظ على البيئة زي ما كنا بنتكلم الحقيقة أنه جزء من اقتصادنا هو الحفاظ على البيئة دي حتكون فقرتنا التانية مع عاطف كامل بعد الفاصل